أهلاً بكم من جديد تواجه الشركات الناشئة في العالم منذ العام الماضي وحتى الوقت الحالي تراجعاً كبيراً في وطيرة التمويلات مع انخفاض شهية المستثمرين طبعاً في ظل تسارع وطيرة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية المزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الملف بتنضم إلينا في الستوديو أستاذة ماريان عزمي الخبيرة الاقتصادية أهلاً وسهلاً أستاذة ماريان أهلاً بحضرتك وأهلاً بمشاهدين الكرام في البداية لو تقول لنا إزاي تضررت الشركات الناشئة في العالم من سياسة رفع أسعار الفائدة وارتفاع معضلات التضخم طبعاً نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية هو أنا من وجهة نظري أن التضرر كان من الناحيةين الناحية الأولانية في حجم التمويلات اللي المفروض بتروح لهذه الشركات طبعاً مع ارتفاع التضخم ومع ارتفاع حجم الفوائد اللي محددها البنك الفيدرالي أولاً ثم بقية البنوك أصبح من الصعب جداً إيجاد تمويلات مناسبة لهذه الشركات طبعاً إحنا فاكرين كويس قوي القصة الظريفة بتاعة سيليكون فالي والشركات التابعة لها فبالتالي حصل فيه كتير قوي من الشركات خصوصاً في قطاع التكنولوجيا حصل فيه عندها شورتج فيه التمويل فأصبح فيه مشكلة إن هي تقدر تتواجد في السوق ده غير مشكلة التسريح وهي ما هو شيء منطقي هيجي التسريح نتيجة عدم وجود فلوس وما فيش فلوس يبقى هنقلل العمالة هنقلل المنتجات هنوقف إنتاج هنوقف R&D إن إحنا نعمل أبحاث فبالتالي القطاع تضرر المشكلة بتاعة التضخم المشكلة التالية هتواجهها إن أصبح كل حاجة هي مضطرة أنها تصرف عليها فيها عليها أسعار أغلب كتير وتكلفتها أغلب كتير مما كانت سابقاً فأصبحت الشركات موجودة في خانة ضيئة جداً ما بين ارتفاع أسعار الفايدة وعدم موجود سيولة متاحة الدمويلات والناحية الثانية عدم القدرة على الصرف حتى مع السيولة البسيطة المتحق لها طيب بما أنه تكلمنا عن موجات التسريح وشفنا طبعاً سواء على مستوى الشركات الناشاء أو حتى العمالقة يعني موجات تسريح في الفترة الأخيرة بشكل كبير هل بتتوقع استمرار هذا المناخ في الفترة الجامعة؟ الأول لازم نعرف أن أحد أهم أهداف البنك الفيدرالي الأمريكي هي كده أو السياسة دي الأهواية هي أن يزيد نسبة البطالة أو يزيد موجة التسريح من الشركات لأن ده معناه القدرة المالية للناس والبالتالي القدرة الشرائية هتكون أقل فبالتالي ده هيحجم التضخم ويقدروا يوصلوا به للنسب اللي هم رغبين فيها من فترة طويلة فبالتالي طول ما هذه النسب لسه ما وصلتش بالصورة اللي هم أو اللي الإدارة بتاعت البنك الفيدرالي شايفها بواقعية هتفضل الموجة بتاعت ارتفاع أسعار الفيدة من ناحية اللي هتأدي إلى زيادات في تسريح العمالة من ناحية والتانية لغاية ما نوصل لنسبة كبيرة من الشعوب إن هي ما عندهاش سيولة فبالتالي هيبقى القدرة الشرائية قليلة فمن المتوقع أني مع استمرار ارتفاع أسعار الفوائد حتى وإن كانت بواتيرة أقل من ما سابق إلا أني هتستمر أيضا واتيرة أو ارتفاع في نسب تسريح العمالة في معظم الشركات العالمية طيب أستاذة ماريان كويسة أنك ذكرتي تعبير واقعية وانتي بتتكلمي عن تحركات الفيدرالي في بعض الاقتصادين في المرحلة دي شايفين أنه هذا النهج ممكن يكون غير واقعي في فترة قصيرة أنه يوصل للمستويات المستهدفة للتضخم في الولايات المتحدة تتفقي ولا بتختلف مع هذا الطرح؟ رأيي الشخصي لا أنا مش عاجبني أو أنا شايفة أني دي طريقة أجراسف جدا في التعامل ولكنها علميا هي أسرع وسيلة تقدر تجيب نتيجة ليه؟ لأنه إحنا القدرة الشرائية مع المواطنين كل ما بتقل كل ما بتتالي حجم التضخم بيقل فهو دوت الهدف الرئيسي لارتفاع أسعار الفوائد دي أسرع وسيلة ولكنها ليست أصح وسيلة وأيضا هي مش الوسيلة اللي نقدر نقول عليها افاكتف أو اللي بتجيب نتيجة بفعالية فعلا وعميقة لازم نبقى متفقين في أي اقتصاد في العالم الشيء الأساسي هو ارتفاع الانتاج طول ما عندي انتاج زيادة طول ما عندي فيه معروض كتير في غصبا عن الأسعار هتبتدي تنزل لأني عندي بدائل مرة واثنين وثلاثة لكن طول ما أنا باعتمد على السياسات النقدية فقط بدون السياسة الاقتصادية هنرجع ونلف تاني في نفس هذه الدائرة نرجع ونقول ان لو افتقرنا مع بعض أزمة 2008 هي كانت قد تكون الأسباب مختلفة إلا أنها بتشترك في بعض النقاط ألا وهي أن طول ما فيه زيادة فيه ارتفاع في الأسعار وفيه سيولة كبيرة مع الناس لازم البنوك في العالم تلم هذه السيولة بأي صورة طب مسألة ارتفاع الانتاج إزاي ممكن هذه السياسة يتم تحققها بالشكل الأمثل خاصة أنه إحنا بنتابع أنه الاقتصاد العالمي تقريبا دلوقتي عايش في حالة اقتصاد حرب هو إحنا فعلا في اقتصاد حرب وعلى الأولي الأسف بقالنا سنة ويعني نتمنى أن نتقلص قريب بس الأجواء بتقول إن هي ممكن تزداد سوءا من ناحية الشرق كمان صين وطايوان وحكات كثير نرجع نقول إن اقتصاد الحرب ليه مميزات وليه عيوب اقتصاد الحرب بيؤدي للاقتصاد العادي اقتصاد انكماشي تمام؟ بيبقى فيه كل السيولة اللي موجودة في العالم متجهة إلى بعض الصناعات الأساسية دي فترة أنا شايفها جيدة جدا للمستثمرين الحقيقيين اللي يقدروا يعملوا أو ينشئوا مصانع جديدة شركات جديدة بس يكون على مدار سنين طويلة مش سريعا لأن النتائج في النهاية هتبين بعد لما يحصل انتهاء لهذه الحروب إن شاء الله ونتمنى أنها هتكون قريب هيبتدي العالم كله يتجه ليه الحاجات التانية فالاقتصاديات العادية فساعتها هتكون هذه الشركات هي اللي تقدر تعمل بومنج في فترة بسيطة جدا فهنا من الزكاة أن كل اقتصاديات الدول كل الحكومات تتجه إلى استخدام الفترة دي لإنشاء أكبر قدر ممكن من الشركات والمصانع خصوصا المصانع الانتاجية مش التكنولوجية طب ده على مستوى المصانع بالنسبة للشركات النشأة يعني بيقال أنه التباطئ والركود وظروف الأسواق الحالية طبعا يمكن أن تسمح زي ما حضرتك ذكرت بيوجود فرص جيدة ايه الفرص الجيدة اللي ممكن تكون أمام الشركات النشأة في المرحلة المشكلة الأساسية اللي هتواجه من الشركات النشأة هي التمويل لو قدروا بصورة أو بأخرى يتعاملوا مع مشكلة التمويل حتى وإن كان تمويل ذاتي بسيط جدا إلا أن الشركات النشأة كلها وخصوصا القطاع التكنولوجي هيؤدي بينا إلى بوم في خلال السنين البسيطة الأوليالة اللي بعد الحرب لأنه هيستغل هذه الفترة في تكوين قاعدة وأساس قوي في خلال السنين اللي هي السنين الحرب زي ما احنا بنقول أو اقتصاد الحرب اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وده هيخلي فيه نوع من القوة لجرة العادة أني لما بتبتدي شركات أو اقتصاد أو مصانع فيه فترات فيها ازدهار بيكون النمو في الأول سريع ومش عميق ويكون حجم الانتشار ضعيف ولكن العكس لما بيكون فيه اقتصاد منكمش لسبب أو لآخر بيكون التعامل بحرص شوية من قبل المستثمرين فبالتالي بيكون فيه عمق في التفكير الإداري بتاع هذه الأنشطة ده بيقدي بينا إلى أن الربح مسحيح والنمو ما بيكونش في الأول ولكن بتكون شركات عندها القدرة أكبر على المنافسة ولونج لاستنج على مدار سنين طويلة ويمكن دي المشكلة الحقيقية اللي وجهت بنك سيليكون فالي أن معظم الشركات اللي هو كان بيتعامل معها أو اللي بيمونولها هي كانت سريعة النمو في فترات الازدهار وخصوصا السنين الأوليلة اللي فاتت السنين اللي كان فيها كورونا فبالتالي كان كله بيعتمد على هاي تكنولوجي فده حصل بومينج في فترة صغيرة وما كانش فيه أساس قوي في الأنشطة نفسها فده اللي مع أول هزة كتير من هذه الشركات أفلست وصرحت عمالة وبقى فيه عندها المشكلة اللي احنا بنواجهها بالوقت الحالي طب زي ما الاقتصاد الأمريكي هو محرك رئيسي طبعا في الاقتصاد العالمي الاقتصاد الصيني أكيد هو محرك رئيسي إيه مدى تأثير إعادة فتح الاقتصاد الصيني على بيئة عمل الشركات الناشئة في العالم؟ لو بصينا على الإحصائيات اللي في خلال العام عام 22 هنلاقي أن الصين تعتبر نمرة 2 فعليا في حجم الشركات الناشئة ومش داخل الصين فقط لا هي كمان بتساعد على إنشاء شركات ناشئة في الدول المحيطة بيها يمكن في البيانات الإحصائية بتاعت سيليكون فالي بانك سيليكون فالي هنلاقي أن هو منتشر في دول شرق أسيا وفي دول أوروبا على أساس أن هو بيدعم هذه أو بيمول هذه الشركات الصين لها بأساسي وخصوصا أن هي بتتعامل مع التكنولوجيا في الوقت الحالي على إنها الحصان الرابح إحنا عندنا مش بس الصين لا إحنا كمان عندنا الهند بتتعامل بهذا الأتتود ويمكن نمرة واحد على مستوى العالم فعليا في التكنولوجي هي الهند فحجم الشركات الناشئة في خلال السنة اللي فاتت في البلدين دول أكتر من معظم الاقتصادين أو المحللين توقعوا وده اللي بيخلينا نقول أني مازال في فرص عملاقة أني إحنا نقدر نتعامل أو نتجاوب أو نقدر كمان نستفيد من البومينج بتاع حجم الشركات الناشئة اللي موجودة في أسيا أو في شرق أسيا طب هذا الأداء المفاجئ للشركات الناشئة في الدولتين دول على وجه التحديد كانت إيه العوامل اللي دفعته؟ نمرة واحد الإيمان أو القدرة على استنتاج أن العالم بقى يحتاج التعامل عن بعد بنسب كبيرة جدا وده شفناه من سنة عشرين حتى وقتنا هذا يمكن في شركات كتير حتى مش من الشركات الناشئة ابتدت تتعامل مع موظفيها على أن أنت بقصد الأونلاين وأن أنت تقدر تتعامل في شغلك مع الأونلاين المحاضرات نفس الكلام ففكرة أنه فيه أتيتود جديد في العالم نشأ منذ كرونا واللي بيدفع كتير من الاقتصاديين بالتوقع أنه لو فيه أي يعني لقدر الله أمراض أخرى هيكون ده تقريبا السيناريو قررت زي متحدد بالضبط الأساس فيه التعامل ما بين الشركات وبعضها ده كان عامل مهم جدا وخصوصا أن دولة زي الهند ابتدت من حق أكثر من 12 سنة أنها توجه جهدها وتوجه ميزانياتها وتوجه جزء كبير طبعا من الميزانيات والتعليم في الدولة على الستارتابس والانتربرنيرز والفكرة أن أنت لازم يكون عندك أتيتود مختلفة عن الشركات الصناعية طب وإقبال الشباب عموما على فكرة الانتربرنيرشيب وفكرة أنه ينشئ ستارتابس عاملة زي في المرحلة اللي احنا فيها في دول شرق أسيا تحديدا الموضوع أنا شايفها بنسب عالية جدا الشهية مرتفعة الشهية مرتفعة جدا وده واضح في حجم الشركات اللي هنشوفها أو اللي شفناها على مدار التلات سنين اللي فاتوا في يوروب تيجي يوروب نمرة ثلاثة أمريكا نمرة اتنين معظم الشباب في معظم دول العالم بيتجهوا دلوقتي لإنشاء شركاتهم الخاصة اللي ممكن ما يكونش ليها مكان فيزيكل مكان مكتب وكراسي ومبنى وكل شغلها شغال عن طريق الانلاين وعن طريق الانترنت فهنا الفكر ده مدي تسهيلات كبيرة جدا جدا لكتير من الشباب إن هو يبتدي يعمل الـ own business بتاعه من غير تعقيدات مالية وده يمكن اللي هيرجعنا تاني لفكرة التمويل إن إحنا فيه عندنا أجزاء كتير ممكن نقلل فيها حجم التمويلات واللي يساعد على القوة بتاعت أداء النشاط نفسه طيب سريعني أو سيدة ماريان في دقيقة لو تقدري تلخص لنا رشدة تتعمل للشركات الناشئة إزاي ممكن تصمد في ظل التحديات في المرحلة اللي احنا فيها نمرة واحد إن تكون الأفكار الجديدة أفكار مدروسة جيدا ما هيش أفكار وليدة لحظة لأ يكون معمولها دراسة وقعية نمرة اتنين لازم دراسة البيئة ولازم دراسة نقدر نقول اقتصاديات السوق نمرة تلاتة التمويل لازم 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 يكون أقل من 50% اعتمادا على تمويلات البنوك في كل الأحوال حتى لو حصل فيه ازدهار في اقتصاد فيما بعد الحرب ده بيعتبر الريسك أفيرس بتاع النشاط نفسه الماركتنج والبلانينج للستارتابس والشركات الناشئة كلها لازم يعتمد على الدراسة فعلية مش على تأملات أو توقعات شكرا جزيلا أستاذ ماريان عزمي الخبيرة الاقتصادية على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات شكرا لك في الختام مشاهدين بشكر حضراتكم على حسن المتابعة تقبلوا تحياتي أنا إنجي طاهر وتحيات فريق العمل دمتم في أمانالا موسيقى موسيقى موسيقى